اشتركوا في القناة اخدنا جهاز استقبال الـ FM اللي هو التعديل الترددي هنتكلم النهاردة عن جهاز استقبال بيستقبل المكتين يعني ايه المكتين؟ الموجة المعدلة تعديل التساعي AM والمعدلة تعديل الترددي FM يعني الجهاز ده اساسا بيجمع ما بين مراحل جهاز استقبال AM ومراحل جهاز استقبال FM ام. مش بس كده. لا لا احنا هناخد بالتفصيل المكونات بتاعة الجهاز ده. جهاز ده بيشتغل ايه بالزبط? جهاز زي ما احنا قلنا بيشتغل على انه يستقبل الموجات. المعدة تعديل الترددي والمعدة تعديل التساعي. طيب. الموجة بتاعت المعدة تعديل الترددي غير الموجة المعدلة تعديل التساعي. ازا هيبقى فيه جزء خاص. خد لي بالك من الكلام بتاعي كويس قوي. جزء خاص بيستقبل الاف ام وجزء خاص بيستقبل الام. طيب الكلام ده كلام جميل. الجهاز ده عندنا في البيت. جهاز استقبال ازاعي. جهاز راديو. بيبقى فيه مفتاح. بيستقبل موجات الام. بحركوا على الام. او بحركوا على الاف ام عشان يستقبل موجات الاف ام. يا ترى المفتاح ده خلي بالك كويس قوي بالكلام اللي هقوله. المفتاح ده بيعمل ايه بالزبط? احنا عندنا جهاز جهاز راديو. ما بنشوفش فيه غير المفتاح بس. في الجزء الخارجي. اللي بيفصل بين الام والاف ام. ركز بقى معايا في الكلام اللي هقوله لك. الجهاز عندنا بينقسم الى تلات اقسام. بينقسم الى تلات اقسام. قسم خاص باستقبال موجات الاف ام. وقسم خاص باستقبال موجات الاف ام. وقسم مشترك بين الاف ام والاف ام. ايه هو القسم المشترك? ركز كويس او في الكلام اللي هنقوله. احنا لما خدنا جهاز استقبال الاف ام. قلنا بناخد المراحل كلها. ده من الهوائي وحتى الكاشف. بعد الكاشف عندي فيه مكبر جهد ومكبر قدرة وسماعة. ركز كويس او في الكلام اللي بنقوله. وخدنا جهاز استقبال الاف ام من الهوائي وحتى المميز. بعد المميز مباشرة فيه مكبر جهد ومكبر قدرة وسماعة. وخلي بالك الداخل بتاع مكبر الجهد هو مفتاح البوليوم. مفتاح الصوت. مفتاح الصوت. عشان كده خلي بالك كويس او من الكلام ده ان احنا لو جبنا موجات اي ام او جبنا موجات اف ام عن طريق المفتاح او السويتش. الفوليوم اللي بنعلي منه الصوت ونخفض منه الصوت. واحد. بيشتغل معايا في الا ام ويشتغل معايا في الف ام. ازا كل المراحل اللي بعد الفوليوم واحدة مشتركة بين الا ام وبين الف ام. طب ايه هي المراحل دي? طبعا بعد الفوليوم مباشرة الفوليوم عانى. فيه مكبر الجهد ومكبر القدرة والسماعة. عشان كده ده بنسميه جزء مشترك لاستقبال موجات الا ام والاف ام. وليه جزء مشترك? لان الاشارة خلي بالك كويس قوي. اللي خرجه من المميز في الاف ام والاشارة اللي خرجه من الكاشف في الا ام واحدة. اصبح هي هتخش على الفوليوم. يبقى هو هيتعامل مع اشارة واحدة. اللي خرجه من الا ام في الكاشف واللي خرجه من المميز في الا اف ام. والكلام ده هنشوفه بالتفصيل لما نتكلم ونشوف رسم التخطيطي بتاع جهاز استقبال الا ام اف ام. نشوف الكلام ده. على الشاشة عندي بقول رسم تخطيطي لجهاز استقبال ازاعي ا ام اف ام. نشوف كده. الرسم التخطيطي. قاعد اول قسم اللي هو قسم مين? تمام. شفناه قبل كده في جهاز استقبال الاف ام. يبقى ده قسم مراحل استقبال الاف ام. فيها مين? فيها هوائي توفقي. فيها مكبر تردد عالي. وفيها المازج. وفيها المزبزب المحلي. اي اف مكبر اي اف. والمحدد. والمميز. وخارج من المميز الاي في سي. والاي اف سي. شوف هين اللي اشرة اللي خرجها هي بالمنظر ده. القسم التاني اللي هي مراحل استقبال الاي ام. اي. فيها هوائي توفقي. وفيها مكبر تردد عالي. وفيها مازج. فيها مزبزب محلي. مكبر تردد متوسط. وكاشف. وفيها اي في سي. وشوف الاشرة اللي خارجها من المراحلات. اي ام اهي. والاشرة اللي خارجها من ال اف ام اهي. اشرة واحدة. عشان كده بياخد القسم التالت اللي هو قسم مين? تمام? قسم المشترك بين ال اي ام وال اف ام. عبارة عن ضابط صوت. مفتاح تردد صوتي. مكبر قدرة والسماعة. طيب الكلام ده كلام كويس قوي. يبقى التات اقسام عندي قسم خاص بال اي ام. بال اف ام ازف الاول. وقسم خاص بال اي ام. ده الف ام. وبعد كده عندي القسم الخاص بال اي ام. اللي هو في الجزء الاسفل. اهو. ده الجزء الخاص بال اي ام. تمام? والجزء المشترك بين ده الجزء الخاص بال اي ام. اهو. وده الجزء الخاص بال اي ام. اهو. ده الجزء الخاص المشترك بين ال اي ام وال اف ام. اللي هو مكبر الجهد ومكبر القدرة والسماعة. يبقى دول التات اقسام اللي هنتكلم عليهم بالتفصيل. هنتكلم على كل مرحلة بتعمل ايه بالزبط? نبدأ عندنا باول حاجة عندنا فيه جزء بخاص بال اف ام. هبدأ بمين? بالهواء التوافقي. بيعمل ايه الهواء التوافقي? هركز بقى معايا. كل قسم هنشاور عليه في رسم التخطيطي هنشرحه بالتفصيل. الهواء التوافقي ده بيعمل ايه? بيتم عن طريقه اختيار المحطة المرغوبة ورفض باقي المحطات. وقبل كده بيتم عن طريقه استقبال الموجات الكهرومغناطيسية وتحويلها لاشارة كهربية. وهو بعبارة عن دائرة رانين توازن. ملف ومكسف متغير. ودول بيتم عن طريقهم زي ما قلت لك اختيار المحطة المرغوبة ورفض باقي المحطات. الهواء التوافقه عبارة عن الانتنة ودارة الاختيار. الانتنة بتستقبل الموجات الكهرومغناطيسية وتحولها الى كهربية. ده كلام مزبوط. وبعد كده بيتم اختيار المحطة المرغوبة ورفض باقي المحطات. ده وظيفة مين لواء التوافق فين? في الاف ام لموجات الاف ام. لموجات مين? الاف ام. طيب نشوف المرحلة اللي بعد كده اللي هي مكبر التردد العالي. مكبر التردد العالي. هي اعمل ايه? هيكبر التردد العالي الاشارة اللي تم اختياره. تعال نشوف المرحلة التانية اللي هي بعد الهواء التوافقه في الجزء الخاص في الاف ام. المرحلة التانية هو مكبر التردد العالي. وزي ما قلت لك بيكبر اشارة التردد العالي اللي خارجه من الهواء التوافقه او من دائرة الاختيار. هنيجي بعد كده للمرحلة اللي هي بعد مرحلة الار اف امبر او مكبر التردد العالي. اللي هي مين? اللي هي الاوسوليتر او مذبذب المحلي. الاوسوليتر. نسميه المذبذب المحلي. وخلي بالك بقى معي. خلي بالك معي من المذبذب المحلي بيعمل ايه بالزبط? نوضح الكلام ده? نوضح الكلام. المذبذب المحلي في دائرة استقبال او الجزء الخاص باستقبال موجات الاف ام بيقوم بتوليد تردد اعلى من تردد المحطة المستقبلة بمقدار الترد متوسط. منقدر مين? الترد متوسط. كان بقى الترد متوسط في الاف ام? ايوة? تمام. برافو عليكم. اللي هو على عشرة وسبعة من عشرة ميجا هيرتز. ده الترد متوسط في مين? فيه جهاز استقبال الاف ام. يبقى الاوسوليتر او المزابزب المحلي بيقوم بتوليد التردد اعلى من تردد المحطة المستقبلة من مقدار الترد متوسط ومقيمته كام? عشرة او سبعة من عشرة ميجا هيرتز. طبعا كده التردد بالمليون خليك فاكر الكلام ده كويس قوي عشان لما نيجي نتكلم على المقارنة بتاعت الاي ام والاف ام. نيجي بقى للمرحلة اللي بعد كده. اللي هي الميكسر او الخالط. الميكسر او مين او الخالط? الخالط ده هيعمل ايه? هيبتدي ياخد 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 تردد المحطة اللي هو الفريكوانسي كارير اف سي. وتردد المزابزب اللي هو الفريكوانسي اوسليتور. والاتنين بيجمحهم جوه الخالط ويتم المزج بينهم. ونتيجة الخالط بيتم خلي بالك معايا. نتيجة الخالط بيتم القاتي او بينتج القاتي. خمس حاجات جوه الخالط. تردد المزابزب. تردد المحطة اللي هو الف او والاف سي. ومجموحهم والفرق بينهم والتوافقيات. بيتم الحصول على فرق بين الاشارتين اللي هو الاي اف. عن طريق دائرة رانيم بتوضع في دائرة المازج. في خارج دائرة المازج. بنحصل منها على مين? على الفرق بين الترددين. اللي هو التردد متوسط. اللي هو عشرة وسبعة من عشرة ميجا هيرتس. نشوف المرحلة اللي بعد كده. اللي هي المازج موجود فين? وايه? الدخول بتاعه اللي داخلين? وخارج واحد. نشوف الكلام ده. الميكسر. ده الاوسليتور. طبعا انا هتكلمنا عليه. اللي هو الاوسليتور. بطلق التردد اعلى من تردد المحطة المستقبلة. بمقدار التردد متوسط. الميكسر اللي هو بيبتدي يخلط شرط التردد العالي اللي هي الفريكونسي بتاعت المحطة. اللي هي الفي سي. وبيخلط معاها تردد مزابزب اللي هو الفريكونسي. ويبتدي يخلط الاتنين دول داخل المازج. وبيانتج داخل المازج خمس حاجات زي ما احنا قلنا. الاف سي والاف او. ومجموحهم والفرق بينهم والتوافقيات. نيجي بعد كده الاي اف. مكبر بتاع الاي اف. بتاع العشرة والسبعة من عشرة. اللي هو اي اف امبلفاير. فين? في الاف ام. هيعمل ليه الاي اف امبلفاير? خلي بالك بقى معي. الاي اف امبلفاير في الاف ام هيكبر التردد المتوسط اللي هو خارج من المازج. وكمته عشرة والسبعة من عشرة ميجا هيرتس. وعادي المراحل بتاعته بتكون من مرحلة لمرحلتين. يعني ممكن الجهاز يكون فيه مرحلة واحدة. وممكن يكون فيه مرحلتين. وده بيكبر التردد المتوسط. انا هي تردد المتوسط اللي هو خاص بالاف ام اللي هو عشرة وسبعة من عشرة ميجا هيرتس. كل ده خلي باك هشغال في مين? في الاف ام. بعد مكبر التردد المتوسط عندنا المرحلة اللي هي خاصة بمين? بالمحدد. نشوف الاول المكبر تردد وبعد كده نشوف مرحلة اللي متر او المحدد. نشوف الكلام ده على الشاشة. ادي المحدد طبعا قلنا مكبر تردد المتوسط هتبتدي يكبر الاشارة وانا شايف الاشارة هي. شوف المحدد هنا ده خلاله اشارة هي. والاشارة بتحمل شوشرة. اي زيادة على الاشارة بتعتبر او تشويه او شوشرة. نويزي. طيب ايه اللي حصل في الاشارة هنا? فيها النويزي فيها الشوشرة. دخلت على المحدد خرجت بدون شوشرة. الجزء الاحمر ده اللي في الاشارة يعتبر نويزي او شوشرة. المحدد وظيفته ايه? المحدد وظيفته ازالة الشوشرة. شوف الاشارة داخلها. دخلت من هنا على المحدد وطلعت بعد كده بدون شوشرة على مين? على المميز. يبقى كده الترتيب بتاعك القاتي. الاشارة دخلت على المحدد ايه? بدون شوشرة. دخلت المحدد فيها شوشرة هو. خرجت من المحدد بدون شوشرة. عشان توصل لمين? للمميز. يبقى اقف هنا واكلم عن وظيفة المحدد. الليمتر بيعمل ايه? المحدد بيعمل ايه? المحدد بيتم عن طريقه ازالة الشوشرة. من الاشارة الاصلية. وخلي بالك معايا ان المحدد ده من اهم الوظائف في جهاز الاف ام لان هو ده اللي بيفرق في صوت الاف ام والاف ام. يعني ايه يا استاذ الجزء ده مش فهمينه? افهمه لك. لو انت جبت المفتاح بتاع جهاز الراديو اللي عندك الاستقبال الاساعي الام اف ام. لو انت جبته على الاف ام هتسمع صوت. نقي. بدون شوشرة بدون تشويه. جبت نفس المفتاح جبته على محطة مشتركة بين الام والاف ام فيه جهاز الاستقبال هلاقي الصوت موجود بس مش نقي. ده في الام. مش نقي زي الاف ام. ليه? لان انا عندي موجود الليمتر او المحدد في الاف ام ومش موجود في الام. والمحدد ده وظيفته ازالة اغلب الشوشرة اللي بتبقى موجودة في الاشارة. طب ده اسم المحدد. طب اجي بقى الهنا. السؤال اللي بيطرح نفسه. طب اش معنى موجود الجهاز ده الوحدة دي. الام المحدد او الليمتر. في الاف ام ومش موجودة في الام. نقف هنا ونركز في اجابة السؤال ده. المحدد موجود في الاف ام واسمه محدد تخلي بالك. محدد يعني بالزبط بياخد حدود الاشارة بالزبط. الاشارة الاصلية بتاعتي. يبقى ده اسمه محدد. عشان الاشارة معدلة في الاف ام للتساع بتاعها سابت. فالدائلة بتبقى معمولة لمتر محدد على التساع بتاع مين? بتاع الاشارة. يبقى اي حاجة هتيجي تزيد عن تحديد الاشارة او الليمتر بتاع او الليمت بتاع الاشارة او البيك تيويك بتاع الاشارة كل ده حيتشال. ده اللي يكون عبارة على الشوشرة. يبقى انا اعمل محدد عشان الاتساع عندي ثابت. ينفع اعمل محدد في الام? لا ما ينفعش. لان الاتساع عندي في الام متغير. ده اسمه متعديل التساع بيزيد ويقل. فعشان كده بيتحط الليمتر في الاف ام ومش موجود في الام وعشان كده صوت الاف ام انقى وما فيش شوشرة في الاف ام وفيش شوشرة في الام وخلي بلاك من كامدك واي اسمه قوي لان النقطة ده كلها عن قلع فيه المقارنة بين الام والاف ام. طيب هاخد الاشارة من الليمتر اوديها فين? اوديها للديسكمنيتور اللي هو المميز. هيعمل ايه المميز? المميز هيحول التغيرات في التردد الى تغيرات في الاتساع. خلي بالك. اوعي تنسى دي اوعي تقول لي هيحول التعديل التردد الى تغيرات في الاتساع. وباخد منه منه الافسي وباخد منه الافسي. نيجي نشوف الاول المميز على الرسم التخطيطي ونشوف الاشرار لدخلها له ونشوف الاشرار اللي خارجة منه ونشوف ايه اللي خارج الترفيدي اللي خارجين بتوع الاجي سي وبتوع الافي سي نشوف الكلام ده على الشاشة ادي ديسك مونيتور اللي هو المميز وده اخد الاشرار اللي خارجة من اللي هو المحدد ادي المميز هيحول التغيرات في التردد اهو الى تغيرات فين في الاتساع وهاخد منه كمان الAVC الAVC اللي هو الجهد Automatic Voltage Control او الAGC وده بيعتبر جهد خارج من المميز بغز بيه مكبر الترد متوسط ومكبر الترد عالي عشان حافظ على مستوى التكبير ده مين ده الAVC اهو اما ضابط التردد الاتوماتيكي اللي هو الAVC Automatic Frequency Control ده بيجهد بناخده من المميز وبعمل بيه عملية استقرار لتردد المزابزب يبقى الAVC Automatic Frequency Control ضابط التردد الاتوماتيكي انه تردد تردد الLocal Insulator او المزابزب المحل ليه ليه عملت AFC لتردد المزابزب المحل في الFM سؤال بيطرح نفسه وممكن يجيلك علل وجود الAFC في الFM ومش موجودة في الAM ليه نوضح الجزء ده وركز معايا السببه ايه السببه القاتي ان تردد المزابزب المحل في الFM غير مستقر ليه غير مستقر لانه عالي جدا عالي جدا ليه عالي جدا عشان بالميجا بالميجا هيرتس يبقى الAFC دي بتعمل استقرار لتردد المزابزب المحلي في الFM لوجود او لانه تردد المزابزب المحلي غير مستقر او لوجود عدم استقرار في المزابزب المحلي بتاع الFM ليه لانه تردد عالي جدا بالميجا هيرتس يبقى انا عرفت دلوقتي القصة بتاعت الAFC موجود ليه في الAM موجود ليه في الFM ومش موجود في الAM والكلام ده برضو حيجلنا فيه المقارنة بين اجهزة استقبال AM واجهزة استقبال الFM تعالوا شوف فقا المراحل الخاصة عندي بالجزء الخاص بمين بالAM حنا خلصنا الجزء العلوي كله ده جزء خاص بمين بالFM برضو هنبتجن يشتغل في الجزء الخاص بالAM ايه الجزء الخاص اول مرحلة عندي الهواء التوافقي الله طب ما كان فيه هواي التوافقي فوق في الFM ايوة بس ما يستقبلش الموجات المعدلة FM لا ما يستقبلش الموجات المعدلة AM بيستقبل موجات المعدلة FM يبقى فيه هواي التوافقي وده يتختياره الانترنة للجزء الخاص بالAM وجزء العلوي احنا شرحناه وفيه جزء السفلي اللي هو الجزء الخاص بالموجات AM واول حاجة الهواء التوافقي هيعمل ايه الهواء التوافقي حيتم عن طريقו استقبال الموجات الكارمواصية الخاصة بالا ام. وحولها لموجات كاربية. وبتم برضو عن طريقها. اللي هو احد الهوائد التوافقي. اختيار المحطة المرغوبة ورفض باقي المحطة. تعال نشوف الكلام دي. نرجع للشاشة مرة تانية. يبقى في عندي الجزء الخاص بالهوائد. طبعا دي ال اي اف سي اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية. اللي هي بتعمل استقرار لتردد المزبزب في المراحل بتاعة ال اف ام. ناخد بقى الهوائد التوافقي. اللي هو اول الجزء هنا. اهو. الاول. قبل مكبر التردد عالي الهوائد التوافقي. وده وظفته طبعا بيعمل ايه? بيعمل بيستقبل موجات الكاربية ويحولها الى موجات كاربية. وفي نفس الوقت بتم عن طريق اختيار المحطة المرغوبة ورافض باقي المحطات. بعد كده بيبقى عندي بيقى مين? ال ال اللي هو مكبر التردد العالي. وده بيكبر الاشارة برضو اللي تم اختيارها. عن طريق مين? عن طريق الهوائي التوافقي. ويجي بعد كده مين? مرحلة الاوسيليتور. هتعمل ايه مرحلة الاوسيليتور? بيتم عن طريقها? توليد تردد اعلى من تردد المحطة المستقبلة بمقدار التردد متوسط. مين هو? كم كم تمته? عشرة اللي هو ربعمية خمسة وخمسين كيلو هرتز. ده تردد متوسط في الاي ام. المازج او الميكسر بيتم عن طريقه خلط مين? تردد المحطة اللي هو ال اف سي. وتردد مزابزب اللي هو ال اف او اللي خاصين بالمين? بال اي ام. عشان ينتج التردد المتوسط. وزي ما قلت لك كده نتيجة المزج بيبقى موجود خمس حاجات. تردد المحطة وتردد مزابزب ومجموحهم. والفرق منهم والتوافقيات. انا عايز الفرق بينهم. بحط برضو ده يترانين في خارج المازج. او دائرة منغمة. على قيمة التردد المتوسط اللي بيخراج لقيمة الفرق من الترددين. اللي هو التردد المتوسط. ده مين? ده المازج. حنيجي بقى المكبر التردد المتوسط اللي هو ال اي اف امبرفاير. وبيكبر التردد المتوسط اللي خاص بميكان بالربعمية خمسة وخمسين. او. اللي هو المكبر ده. وخلي بالك بقى معايا. مكبر التردد المتوسط برضو عادة في الركز كويس او في الكلام اللي اقوله. عادة بيكون من مرحلتين من حلق او مرحلتين. وبيكبر التردد المتوسط اللي خارج من الخلق في ال اي ام. وكمته كام? اه ربعمية خمسة وخمسين كيلو هرتز. هاجي هقف هنا. ووضح جزء. خاص بمكبر التردد متوسط. تردد متوسط في ال ام. ربعمية خمسة وخمسين كيلو هرتز. جي من التردد متوسط? جي من الخالط. الخالط عمل ايه? خلط تردد المزبزب اللي هو ال اف او. اللي هو طالع من المزبزب المحلي. وده قمته المزبزب المحلي بيخلي لك كويس او الكامل التي يقول له. بيقوم بتوليد التردد اعلى من التردد المحطة المستقبلة بمقدار الترد متوسط وكمته كام? ربعمية خمسة وخمسين كيلو هرتز. هناك كان ميجا هرتز في ال اف ام. المازيج بياخد دعي تردد المحطة ال اف سي. ترده Wilson Plaza. اللي هو ال اف او. اللي هو اعلى من تردد المحطة بمقدار الترد متوسط اللي هو ربعمية خمسة وخمسين كيلو بيخلطهم مع بعض يطلع الترد المتقصد اللي هو الفرق بين التردودين اللي هو بمية خمسة وخمسين كيلو هيرتز يبقى تردو مزبزل في الام خلي بالك عالي فقط مش عالي جدا عشان كده هو مستقر عشان كده ما هتطلوش ايه اف سي شفت ال ايه اف سي جات وجودة ليه موجودة في الام عشان تعمل استقرار تردو مزبزل ليه تردو مزبزل في الام غير مستقر ليه لانه عالي جدا بالميجا هيرتز مش موجودة في الام لتردو مزبزل مستقر ليه لانه ترددو عالي ليه ترددو ربعمية اعلى اللي هو اعلى من تردو محطة بربعمية خمسة وخمسين كيلو هيرتز طيب هناخد بعد كده تردو متوسط ونخش على مكبر تردو متوسط طيب عن تك زي ما قلتلك هو عبارة عن مرحلة او مرحلتين وبيربط من المراحل دي محاولات تردو متوسط اللي احنا اتكلمنا عليها الاصفر والابيض والاسود اتكلمنا عليها في الام بيكبر الاشارة مين ووظيفته ام كدبت بيكبر الاشارة اللي خارجة من الخالط اللي خاصة بالام اللي هي ربعمية خمسة وخمسين كيلو هيرتز ويوديها بعد كده مين لمرحلة الكاشف اللي بيتم عن طريقها فصل الموجة الحملة ذات التردد العالي عن الموجة المحمولة ذات التردد المخفض ناخد الغلاف بتاعنا اللي هو الموجة بتاع التردد المخفض اللي هي الموجة المعبرة عن الصوت واديها بعد كده الفوليوم بس خلي بالك برضو خارج من الكاشف الاي في سي او الاي جي سي اللي بيغزي مكبر التردد متوسط ومكبر التردد عالي عشان يحافظ على مستوى سبوت تكبير الاشارة تعاني شوفوا المراحل دي كلها على الرسم التخطيتي نرجع للشاشة مرة تانية ادي عندي مكبر الاي اف اللي هو الاي اف امبرفير وده بيكبر التردد المتوسط اللي احنا قلنا عليه 455 كيلو هيرتز وده بيكون من مرحلة الى مرحلتين بكبر الاي ام بتاعت مكبرة وبعد كده بتخش على مرحلة مين او الكاشف اللي بيتم عن طريقها ايوا فصل الموجة الحاملة زي تردد عالي عن الموجة المحمولة زي تردد مخفض خط الموجة الصوتية اهي بس منساش ان فيه عندي ضابة الصوت الايوتوماتيكي اللي هو الاي في سي اللي خارج من الكاشف وده بيغز زي ما احنا قلنا بيكبر تردد متوسط وبيغز مكبر تردد عالي عشان يحافظ على مستوى ثبوت الاشره الى اي في سي او يطلق عليه الاي جي سي اي في سي اللي هو اوتوماتيك بولتش كنترول او ال اي جي سي اوتوماتيك جين كنترول ضابط التكبير الاوتوماتيكي او ضابط الصوت الاوتوماتيكي او ضابط الجهة الاوتوماتيكي نيجي بعد كده للقسم المشترك بين الام والفم اللي هو القسم ده بيبدأ بمين بالفوليوم اهو اللي هو ضابط الصوت خلي بالك ضابط الصوت ده بقى مع مفتاح سويتش اهو السويتش ده يا اما اختار موجات الام يا اما اختار موجات الافم وفي الحالتين اللي خرجه من المميز زي اللي خرجه من الكاشف اهي عشان كده دخلتها على مين على الفوليوم يبقى ضابط الصوت هياخد الاشارة من الام او الفم عن طريق السويتش وبعد كده دخلها على مين على مكبر الجهد او مكبر ترد الصوت اللي بيكون بتكبير جهد الاشارة اللي خرجه من الكاشف او من المميز عن طريق مين عن طريق الفوليوم وبعد كده نقل على مكبر القدرة مكبر القدرة يقبر قدرة الاشارة الى المستوى المطلوب لتشغيل السماعة وبعد كده عند السماعة هتحول الاشارة الكاربية الى اشارة صوتية مسموعة كده يبقى انا شرحت الرسم التخطيطي بتاع جهاز استقبال الام اف ام تعال نكتب بقى وظيفة كل مرحلة بتعمل ايه في الجهاز ده يبقى كل مرحلة تكلمني عليها نكتبها ازاي لان انا ممكن يطلب مني شرح المرحلة اذكر فائدة الهواء التوافقي في مراحل اي ام او مراحل اف ام اذكر فائدة مكبر الترد متوسط في مراحل اي ام بيكبر الاشارة اللي خرجه من الكاشف وبيكبر اشارة الترد متوسط اللي يقمتها كم 10.7 من 10 ميجا هرتز الكلام ده لو اتطلب في الاي ام اقول له اه بيكبر الترد متوسط اللي خارج من المازج في مرحلة الاي ام وقمته 455 كيلو هرتز تعال نشوف نكتب المراحل دي ازاي ناخدهم كده مرحلة مرحلة نرجع للشاشة مرة تانية ونبدأ طبعا ده الهواء التوافقي نبدأ بقى في القسم الخاص بموجات ال اف ام بيحتوى على المراحل التالية ناخد بقى كده عادة اول مرحلة عندي الهواء التوافقي وبتشمل هذه المرحلة على الهواء الذي يعمل على التقاط الاشارات اللاسلكية المرسلة من محطات الارسال اللي هي الكارمغاصية وتحولها الى كهربية اشارة كهربية متغيرة كما يتم في هذه المرحلة اختيار المحطة المرغوبة عن طريق داية الرنين اللي فيها ملفه مكسف ويكون المكسف متغير اهو عن طريق داية رنين زاد سعة متغيرة ونقلها لمكبر التردد العالي نجي بعد كده المين دي تحت التيرونيك سيركيت اللي هي الاواء التوافقي ناخد بعد كده مرحلة مكبر التردد العالي اللي هو راديو فريكوانسي أمبل فاير بيكبر الاشارة اللي تم اختيارها يعمل هذا المكبر على تكبير الاشارة اللي تم اختيارها ويتم توصيلها الى داخل دائرة مرحلة المازج او الخالط دا مين دا الراديو فريكوانسي أمبل فاير نيجي بعد كده من؟ Local Exitator اللي هو المزبزب المحلي وقلنا بيقوم بتوليد تردد أعلى من تردد المحطة بمقدار التردد المتوسط اللي هو 10.7 ميجا هيرتز تعمل دائرة المزبزب المحلي على توليد زبزبة مستمرة زي التردد أعلى من قيمة تردد إشارة المحطة المستقبلة بمقدار التردد المتوسط اللي هو 10.7 ميجا هيرتز وهي قيمة التردد بيني أو تردد متوسط ويتم وضع المكسف المتغيد لدائرة الهوائي مع مكسف الهوائي التوفق مع دائرة المزبزب على محور واحد يعني يبقى في مكسف هنا مع مكسف على دائرة المزبزب وكلام ده على فكرة لما جيناش نحنا في جهاز الـ A-F-M قلنا عشان يبقى يضمن أن تردد المحطة أعلى من تردد المحطة بمقدار تردد المزبزب أعلى من تردد المحطة بمقدار التردد متوسط وذلك عندما يتم اختيار محطة أخرى يتم تغيير قيمة تردد المولد اللي هو المزبزب من دائرة المزبزب ويكون الفرق دائما ثابت بين تردد المزبزب المحلي وكذلك تردد المحطة المستقبلة بمقدار 10 أو 7 من 10 من جهاز وقيمة التردد البيني أو المتوسط وذلك تحقيق النظرية من السوبرتردين اللي نظرية خالط الترددين حيث يتم توصيل خارج المزبزب إلى داخل مرحلة الخالط أو المازي هنيجي بعد كده المين للميكسر أو الخالط بيعمل ايه زي ما احنا قلنا بيخلط الترددين خليك فاكر بقى الكلام ده المزج هيعمل ايه هيخلط الترددين تردد المحطة Frequency Courier F-C تردد المزبزب اللي هو Frequency Oscillator اللي هو F-O ويبتدي ينتج داخل الخالط بتاع الترددون خمس حاجات جوه مين جوه الميكسر ايه هما الخمس حاجات تردد المحطة F-C تردد المزبزب F-O مجموعة الترددين الفرق بين الترددين اللي هو انا عايزه اللي هو التردد المتوسط اللي هو العشرة والسبعة من عشرة ميجال هرتز والتوافقيات الخمسة جوه مين جوه المازج فانا في خارج المازج بحط دائرة رانين منغمة على الفرق بين الترددين اللي هو العشرة والسبعة من عشرة يعني معناها الدائرة دي وقفة على دماغ المازج في خارج المازج ما تخرجش غير مين حاجة واحدة من الخمسة اللي هو الترد متوسط اللي هو الفرق بين الترددين ده مين ده المكسر او الخالط تعال شوف الكلام ده مرحلة المازج او الخالط اللي هو المكسر او بتم عن طريقه بقى خالط الترددين يقوم بمزج بين اشارة المزبز المحل الاف او واشارت المحطة المستقبلة وينتج من ذلك طبعا تردد المزبز المحل الاف او تردد المحطة المستقبلة الاف او المجموعة الترددين الاف او زائد الاف او الجزء الرابع اللي هو الفرق بين الترددين اللي هو التردد متوسط اللي هو الفرق بالاثنين وبعد كده عند التوافقيات الخمسة دول جوه مين جوه المكسر عن طريق دايترانين مزبوطة على الفرق بالترددين اللي بحطها في خارج المازج دي طبعا اللي باخد منها التردد المتقص نيجي بعد كده اخد مين مكبر التردد البيني او التردد المتقص اللي هيكبر التردد المتقص اللي خارج من مين من الخارج تتكون هذه المرحلة عادة من مرحلتين تكبير للتردد البيني بيربط بينهم ومحاولات منغمة اللي هي منغمة على قيمة التردد البين اللي هي محاولات الاي اف اللي احنا قلنا عليها قبل كده للاشارة فقط حيث يتم فيها تكبير جهد اشارة التردد المتقص ونقلها الى مرحلة مين المحدد او الليمتر كاشف التردد او كاشف التعديل الترددي او كاشف ال اف ام خلي بالك بقى معايا لما جينا اتكلمنا عن كاشف ال اف ام في مراحلة لما جينا شرحنا جهازة قبل اف ام قلنا الكاشف بتم عن طريق مين مرحلتين المحدد والمميز الليمتر والدسكومونياتور دي شوف مرحلة الكاشف كم مرحلة الكاشف بتم في ال اف ام على طريق مرحلتين الكاشف في ال ا ام مرحلة واحدة خليك تفاكرة عشان الكلام ده كله هنستنتج منه المقارنة لان احنا مش هنحفظ المقارنة هنستنتجها من الرسم تعال نشوف المرحلتين الليمتر بيعمل ايه والدسكومونياتور بيعمل ايه اللي هو المحدد والمميز طبعا المحدد بتم عن طريقه ازالة الشوشرة والمميز بيحول التغيرات في التردد الى تغيرات فين في ال ات ساعة زي ما احنا قلنا في الشرح الاولان تعال نشوف الكلام ده بيتكتب ازاي نرجع للشاشة مرة تانية ويبقى عنده هنا كاشف التعديل الترددي ال اف ام وبيتم الكاشف التعديل الترددي بواسطة الاتي ادي المحدد اللي بتم عن طريقه ازالة الشوشرة اللي هو الليمتر وادي المميز اللي بيحول التغيرات في التردد الى تغيرات في الاتساعة تعال نشوفه على رسم التخطيطي محدد اللي هو الليمتر وبيتم عن طريقه ايه ازالة الشوشرة يعني المحدد ده بيتم عن طريقه ازالة الشوشرة ويتم فيه فصل الشوشرة عن الإشارة المعدلة تعديل ترددي ثم تنقل الإشارة المعدلة FM اللي تعديل ترددي إلى دائرة المميز نيجي بعد كده ناخد المميز اللي هو الجزء الثاني في عمية الكشف بيتم فيه تحويل التغيرات في التردد إلى تغيرات في الاتساع اللي هي الإشارة الصوتية حيث يتم نقلها إلى داخل مرحلة مكبر الجهد التردد السلطي اللي هو مكبر الجهد عن طريق مين مقاومة متغيرة اللي هي للتحكم في خفض ورفع الصوت اللي هي الفوليوم آية هبداف عيدة مين أو المميز هنيجي بعد كده للجزء الخاص بالAVC والAFC ضابط الكسب الأوتوميتي اللي هو AVC أو AGC ضابط التكبير الأوتوميتيكي أوتوماتيك جين كنترول أو أوتوماتيك بولتش كنترول اللي هو الجزء ده وده احنا قلنا عبارة عن جهد بيتاخد من خارج المميز هي وسيلة لجعل مستوى الصوت ثابت تقريبا لجميع المحطات المستقبلة مع اختلاف بعدها عن محطة الإرسال ويتم الحصول على جهد الـ AGC أو الـ AVC لتنين صح من إشارة الموجة الحملة على عالية التردد بعد فصلها عن الإشارة الصوتية في مين في مرحلة المكاشف اللي هو المميز الـ AVC وإحنا لسا عينين من شوية ده أوتوماتيك فولتش كنترول أو ضابط التردد أوتوماتيكي عن التردد ده تردد مين المزابزب المحلي هي وسيلة لجعل عمل استقرار لتردد مزابزب وذلك لأن تردد مزابزب غير مستقر لأنه عالي جدا بالميجاهيرتز اللي هو اللوكال إسليتور حنيجي بعد كده للجزء الخاص بتاع مين بتاع الـ AM ثانيا القسم الخاص بنظام الـ AM وبيحتوي على المراحل التالية هواء توفقي برضو اهو بيتم عن طريقه برضو تمام التقاط الموجات تشتمل هذه المرحلة على الهوائي اللي هو الأنتنة الذي يعمل على التقاط جميع الإشارات الأسلكية المرسلة وتحولها إلى إشارة كهربية متغيرة وأيضا يتم في هذه المرحلة اختيار المحطة المرغوبة عن طريق دايترانين برضو توازي فيها مكسف متغير وأيضا يتم في هذه المرحلة اختيار المحطة المرغوبة عن طريق دايترانين زاد سعة متغيرة اللي هو المكسف المتغير ونقلها إلى مكبر التردد العالي مكبر التردد العالي يكبر الإشارة طبعا اللي تم اختيارها راديو فريكوانسي أمبلفاير كل دا خاص بالأم احنا خلصنا الجزء الخاص بالأف أم يعمل هذا المكبر على تكبير قيم الجود الإشارة التي تم اختيارها ويتم توصلها إلى داخل مرحلة المازك أو الخالط طبعا هيجي بعد كده مرحلة دا مكبر التردد العالي اللي هو راديو فريكوانسي أمبلفاير هيجي بعد كده مرحلة مين الأوسليتر لوكال أوسليتر وده بيخلي بقى معايا بيعمل ايه اللوكال أوسليتر في الأي ام أيوة كلامك مظبوطي نسام حد يتكلم بيقول بيقوم بتوليد تردد أعلى من تردد المحطة المستقبلة بمقدار التردد المتوسط أسكت لا لازم أقوله التردد المتوسط في الأي ام كامل اللي هو اربعمية خمسة وخمسين كيلو هيرتز عشان كده بيقول كمان ان تردد المزابز بالمحل في الأي ام مستقر لأنه مش عالي دا مش عالي جدا هو عالي فقط بالكيلو هيرتز مش بالميجا هيرتز زي بتاع مين الاف ام نرجع تاني ونشوف وظيفة الكاش اللوكال أوسليتر اللي هو المزابز بالمحل نشوف كده على الشاشة تعمل داية المزابز بالمحل على توليد زبزبة مستمرة زي التردد أعلى من قيمة تردد إشارة المحطة المستقبلة بمقدار ربعمية خمسة وخمسين كيلو هيرتز وقيمة التردد المتوسط أو التردد البايني في مين؟ في الأي ام ويتم وضع برضو المكسف المتغير لدائرة المزابزب مع المكسف المتغير لدائرة الهواء التوافقي ودائرة المزابزب على محور واحد بحيث يكون تردد المزابزب المحلي أكبر من تردد المحطة المستقبلة بمقدار التردد المتوسط اللي هو ربعمية خمسة وخمسين كيلو هيرتز أو ربعمية خمسة وستين كيلو هيرتز يعني إيه بقى الكلام الرقمين اللي ظهروا عندي؟ خلي بلاك بقى معي تردد المتوسط عندنا فيه قمتين ربعمية خمسة وخمسين ربعمية سبعة وستين وربعمية خمسة وستين كمان فيه قيم كتير للتردد المتوسط وربعمية سبعة وستين انما اشهر القيم اللي باشتغل عليها اللي بازبط عليها الدوائر بتاعتي هي الربعمية خمسة واقفانين كيلو هرتس يبقى في عندنا قيم كتير للترض المتقصد ربعمية خمسة وستين و467 ربعمية خمسة وخمسة انما اشهر قيمة فيهم هي ربعمية خمسة وخمسين كيلو هرتس هأعمل ايه في الترض المتقصد ده طبعا الترض المزابذب ده كان اعلى من الترض المحطة مقدرةнок Sungai دخلت الاتنين على المازج هيجي دور مرحلة مين؟ المازج فهيكا مرحلة المازج قلنا بتعمل ايوة تمام بدخلة الترددين تردد المحطة وترددهم بزبزب ونتيجة الخالطة دول بينتج الخمس حاجات الف او وال الف سي ومجموحهم والفرق بينهم اللي انا عايزه اللي هو التردد متوسط والتوافقية برضو بحط دائرة رانين في خارج المازج بتاع المازج بتاع المازج مزبوطة على التردد المتوسط اللي هو الفرق بين الترددين اللي هو كام اللي هو 455 كيلو ويرتز ااخد التردد متوسط بعد كده ودي مرحلة مين الكاشف تعا نشوف الاسوليتور الاول المكبر ونشوف الاسوليتور ونشوف الخمس حاجات اللي هم داخل المكسر اللي هم قلنا عليهم نشوف الكلام ده على الشاشة نرجع للشاشة مرة تانية هبتدي هشوف مين ده الاسوليتور نرجع للشاشة المزبز بالمحلي اللي هو بيقوم بتوليد تردد اعلى من تردد المحطة المستقبلة بمقدار التردد متوسط طبعا وقلنا بناخد ده اللي هو عشان يحقق نظرية وقيم التردد متوسط اللي هو قلنا عليه ربما خمسة وخمسين كيلو هرتز اللي هو التردد المتوسط او التردد البايني وزاك تحقيقها لنظرية السوبرتروداين حيث يتم توصيل خارج المزبز الى داخل مرحلة المازج او الخالط هليجي بقى المازج او الخالط زي ما احنا قلنا بيخلط اشارتين اللي هو يقوم بالمازج بين اشارت المزبزب المحلي اف او واشارت المحطة المستقبل اللي هي اف سي وينتج عن ذلك مجموعة من الترددات الخامسة اللي قلتك عليهم الاف او والاف سي والمجموحهم والفرق بينهم والتوافقيات اف او لوحدها واف سي لوحدها ومجموحهم والفرق بينهم اللي هو الاي اف اللي هو اف او نقص الاف سي والتوافقيات برضو زي ما قلت لك عن طريق ده يترانين بيتحط في خارج المازج باخد اختراد المتوسط اللي هو عشرة وسبعة من عشرة اه اسف ربعمية خمسة وخمسين كيلوورتز ودي على مكبر التردد المتوسط بيتم اختيار اشارة واحدة من تلك الاشارات زي ما احنا قلنا وهي عبارة عن الفرق بين الترددين اللي هي كيمة التردد المتوسط ربعمية خمسة وخمسين او ربعمية خمسة وستين وهو كيمة التردد الباين او تردد المتوسط هيخرج التردد يروح لمين يروح للمازج يروح للمكبر ترد متوسط وده عبارة عن مرحلتين برضو وزيك تحقيقها ده طبعا بالنسبة للمازج زيك عن طريق دائت رانيني اللي احنا قلنا عليها بالحطها في خارج المازج محاولة ترد متوسط اللي هو الموصلة في دائرة المازج او الخيط حيث يتم توصلها الى داخل مرحلة التكبير التردد البيني او التردد المتوسط مكبر التردد متوسط او التردد البيني اللي هو الIF amplifier وزي ما قلتك ده بيبقى عبارة عن مرحلتين تتكون هذه المرحلة عادة من مرحلتين تكبير للتردد البيني بيربط بينهم محاولات منغمة فاكرين اللي هو الاصفر والابيض والاسود اللي هنقلنا عليهم قبل كده محاولات منغمة على قيمة التردد البيني اللي هو التردد متوسط للاشارة فقط حيث يتم فيها تكبير جهد اشارة التردد المتوسط اللي في محاولات التكبير نفسها ونقلها الى مرحلة الكاشف الكاشف اهو هيبتدي يفصل الموجة الحاملة ذات التردد العالي عن الموجة المحمولة ذات التردد المخفض مرحلة الكاشف او ديتيكشن بيتم فيها فصل الاشارة الصوتية ذات التردد المخفض عن الموجة الحاملة ذات التردد العالي حيث يتم نقل الاشارة الصوتية الى دخل مكبر التردد الصوتي اللي هو مكبر الجهد عن طريق برضو الفوليوم مقاومة متغيرة اللي هي دابط الصوت ضعبة الكاسب الأوتوماتيكي الـ AVC أو AGC وزيه برضو نفس الكلام هو هو وسيلة لجعل مستوى الصوت سابط تقريبا لجميع المحطات مع اختلاف بعدها عن محطة الإرسال ويتم الحصول على جود الـ AGC أو الـ AVC من إشارة الموجة الحملة لعالية التردد بعد فصلة عن الإشارة الصوتية في مرحلة الكاشف ده الـ AVC حنيجي بعد كده لمين للمرحلة التالية اللي هي الجزء الخاص بالمشترك بين الـ AM والـ FM ونبدأ فيه على طول بمكبر الجهد أو مكبر التردد الصوتي مكبر الجهد أو التردد الصوتي اللي هو أو أسب مكبر التردد الصوتي اللي هو مكبر الجهد وده بيكبر جهد ويقوم بتكبير جهد الإشارة الصوتية الخارجة من مرحلة الكاشف ونقلها إلى مرحلة تكبير الإخراج الصوتي اللي هو مكبر القدرة نيجي بقى المكبر القدرة يكبر قدرة الإشارة إلى المستوى المطلوب لتشغيل السماعة وغالباً بتعمل هذه المرحلة بنظام الدفع والجازب وشفناها على فكرة لما شرحنا دائرة نظرية للدفع والجازب وشفنا هذه العبارة عن ترانزستورين اللي كانوا أساساً واحد بيشتغل واحد بيفسل وبعد كده بتتعاكس طريقة العمل نيجي بعد كده للسماعة اللي يلاوت سبيكر بيتم عن طرح تحويل الإشارة الكهربية إلى إشارة صوتية مسموعة تعال نشوف بقى الجزء اللي بعد كده مقارنة بين أجهزة الاستقبال الـ AM وأجهزة الاستقبال الـ FM هقف هنا بقى في المقارنة خلي بقى معاي إحنا المقارنة مش بنحفظها لأ إحنا اتفقنا من أول حلقة قلنا أول جملة إن إحنا مش هنحفظ حاجة في المنها يعني فهمها طب المقارنة تتفهم إزاي أقولك تتفهم إزاي إحنا لسه من شوية عاملين الرسم التخطيطي بتاع جهاز لاستقبال AM FM واتكلمنا عن بعض حاجات وحدة بنشرح قلتنا كان يحتاجها في المقارنة زي إيه أول حاجة مش كان فيه محدد في الـ AM وما فيش محدد فيه محدد في الـ FM وفيه محدد ما فيش محدد في الـ AM أيوة والمحدد ده كان بيعمل إيه كان بيشير الشوشرة يبقى أول نقطة في المقارنة أول نقطة ما فيش شوشرة في الـ FM وفيش شوشرة في الـ AM شفناها من المحدد طب النقطة التانية مرحلة الكشف في الـ FM مش كاية مرحلتين أيوة في الرسم كان مرحلتين المحدد والمميز طب مرحلة الكشف في الـ AM وكانت مرحلة واحدة ليا الكشف دي النقطة التانية في المقارنة هي تعال نقطة بعد كاية تانية في المقارنة تردد المزابذب المحلي كان في الFM مش عالي جدا بالميجاهرتز ايوه وتردد المزابذب في الAM كان عالي فقط كان بالكيلوهرتز انما في الFM كان بالميجاهرتز عادي نقطة تردد المزابذب في الFM مش كان مش مستقر ايوه عشان كده حططلو الAFC وتردد المزابذب في الAM مستقر ادي نقطة في المقارنة هي? كل ده طلعته من اين? من على الرسم. تعال بقى نشوف النقطة اللي بعد كده. التردد المتوسط. كان في الاف ام كان 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 عشرة وسبعة من عشرة ميجا هيرتز. وفي الام كان ربعمية خمسة وخمسين كيلو هيرتز. ادي مقارنات بطلحها من على الرسم. تعال نشوف ازاي بطلحها من على الرسم. النقط اللي انا اتكلمت فيها. وبعد كده نكمل بقى المقارنة. نشوف الكلام ده على الشاشة. المقارنة بدل اي ام والاف ام. ادي اول حاجة. المحدد. ما فيش شوشرة في الاف ام وفيش شوشرة في الاي ام. ادي اول نقطة. الكشف في الاف ام مرحلتين. طب في الاي ام مرحلة واحدة اللي هي الكاشف. كان فوق كان الكاشف اخلي بالك معايا المحدد والمميز. في الاي ام. انما في الاي ام اتكاشف بس. الكاشف العالي كاشف الاي ام. تعال شوف هنا. المزابزب في الاي ام غير مستقر. في الاي ام عالي مستقر. لانه بالكيلو هرتز. وفي نفس الوقت. تردد المزابزب زي ما قلت لك حين بحط الاي اف سي. لانه عالي جدا غير مستقر. هنا مفيش اي اي اف سي. بقى تردد المزابزب مستقر. يبقى هنا تردد المزابزب عالي جدا. في الاي ام. هنا عالي فقط في الاي ام. تردد المزابزب في الاي ام مش مستقر. تردد المزابزب في الاي ام مستقر. التردد المتوسط هنا في الاي في ال اف ام عشرة وسبعة من عشرة ميجا هرتز. تردد المتوسط في الاي ام ربعمية خمسة وخمسين كيلو هرتز. يبقى دي نقطة كلها تلعتها في المقارنة. هيفضل عندي حاجات بسيطة. عرض نتاق التردد في الاي ام ضيق. عرض نتاق التردد في الاي ام في الاي ام عريض وفي الاي ام ضيق. في الاي ام بيوصل لعشرة كيلو وفي الـ FM بيوصل لحوالي 200 كيلو ده بالنسبة لمن للموجات. تعال نشوف الكلام ده اه دي في الـ AM الجزء اللي خاص ب فيه شوشرة وما فيه شوشرة هنا في الـ FM وفي الجزء في الـ FM الكشف في مرحلة في الـ AM الكشف في مرحلة واحدة هنا الكشف في مرحلتين وفيه التردوم زبزل في الـ AM عالي هنا عالي جدا وتردد المزبزل هنا مستقر في الـ AM غير مستقر في الـ FM وهنا التردد متوسط 455 كيلو هرتز والتردد هنا 10 و7 من 10 ميجا هرتز. ده جزء خاص بالمقارنة بتاعة الـ AM والـ FM بكده يبقى وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر